موسيقى السلام عليكم وصدى الله وقاتكم بكل خير أحييكم وأدعوكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من مرنامج فضاءات ضيفتنا لهذا الأسبوع الكاتبة والباحثة العربية من الأردن الدكتورة أروال جابري موضوع حلقتنا لهذا اليوم التنوع في ثقافة المرأة قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفتنا لهذا الأسبوع دعونا نتابع هذه الأخبار الثقافية أهلا بكم موسيقى افتتح في مدينة الفلوجة مقهى يُعنى بالنخب المثقفة من رواد المطالعة والتصفح ويعوضهم عن خسارة المكتبة المركزية في المدينة ليوفر لمرتديه مئات الكتب المختلفة في الأدب والشعر والرواية وينفرد بذلك بتجربة جديدة نالت استحسان رواده على مختلف ثقافاتهم وأعمارهم ضمن الدورة الحادية عشرة للجائزة حلت رواية ساعة بغداد لشهد الراوي في القائمة الطويلة للروايات المرشحة لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2018 وستتنافس الرواية مع خمس عشرة رواية عربية أخرى لدخول القائمة القصيرة للجائزة والتي سيُعلن عنها في شهر شباط المقبل انطلقت اليوم الجمعة فعالية النسخة التاسعة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتي ستستمر حتى العاشر من شهر شباط المقبل وتشهد هذه الدورة مشاركة 27 دولة بعدد ناشرين يصل إلى 849 ناشر يعرضون ما يزيد على ثلاثة ملايين عنوان كما ستحل الجزائر ضيف شرف للمعرض هذا العام في مصر أيضاً واستعداداً لانطلاقة نسخته السابعة في الثالث عشر من شهر آذار المقبل أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أسماء أكثر من 30 فيلماً ستشارك في مسابقات الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية الطويلة وأفلام الحريات وحقوق الإنسان فيما تأجل الإعلان عن أفلام مسابقة الأفلام القصيرة إلى شباط المقبل باختتام الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي والتي أقيمت في تونس أعلن عن فوز العرض المسرحي صولو لفرقة أكون للثقافة والفنون المغربية بجائزة المسابقة الرسمية كأفضل عمل مسرحي عربي جاء ذلك بعد منافسة شديدة بين 11 عرضاً مسرحياً من 8 دول عربية تختتم الاثنين المقبل في الكويت فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان الجرين الثقافي وأقدم المهرجان على مدى عشرين يوماً مزيجاً متنوعاً من الأنشطة الفنية والثقافية منها الأعمال المسرحية والمعارض التشكيلية والأفلام السينمائية والأمسيات الموسيقية إلى جانب الندوات والورش بعد إعلانها قبل أيام الفائزين بجوائزها لعام 2018 أعلنت جائزة الملك فيصل العالمية عن بدء الترشح لجوائزها لعام 2019 وذلك عن فئات خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب والطب والعلوم على أن تنتهي مهلة قبول الترشيحات في الأول من شهر نيسان المقبل أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفتنا لهذا الأسبوع الكاتبة والباحثة العربية من الأردن الدكتورة أروى الجابري موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع التنوع في ثقافة المرأة مرحبا بك دكتورة أروى ضيفة على فضاءات أهلا وسهلا يعني هناك أنت كتبت مقالات عديدة في مجالات مختلفة من مجالات الحياة المرأة، الشاعر، السياسة فلنبدأ بموضوع المرأة كتبت أكثر من مقالة في هذا المجال المقالة الأولى هي المرأة العربية قوية في مجتمع ذكوري من يطلع على المقالة يفهم أن لك رؤية في هذا الموضوع تنظرون إلى المرأة لأنها المرأة العربية أو المرأة في المجتمع العربي أنها مهضومة الحقوق المرأة الآن أستاذة جامعية في بعض الدول العربية وزيرة، باحثة، طبيبة، شاعرة، أديبة، فنانة تشكيلية فنانة، يعني ودي أن نفهم كيف أن المرأة أخذت هذه المساحة في المجتمع ومع ذلك أنت تنظرين على أنها مهضومة الحقوق بداية شكرا على الاستضافة موضوع المقال تحديدا حتى وضح الفكرة من أين جاءت أنا أيضا كنت أعتقد أن المرأة يعني ما أخذ كل شيء في المجتمعنا أثناء دراستي مع الشيخ المؤرخ عبد الكريم غرايبه الله يرحمه فنحكي يعني كان هو كثير عنده مجالات مفتوحة مع الطلاب وهو كان فيه بالتمانينات من العمر في هذه المرحلة لما كان بدارسنا فالملاحظة كنا بنحكي عن وضع المرأة أخذت حقوقها صارت تطلع تيجي تدرس تأخذ سيارتها تسافر فهو علق شغله هي اللي ترسخت في العقل عندي المرأة في مجتمعنا لن تكون بحقوق حتى لو صارت وزيرة طالما ممكن أنها تروح على بيتها وتجد ورقة الطلاق بانتظارها مين ما كانت بأي منصب كانت فأنا انتبهت فعلا أنه هناك فرق بين تحقيق المرأة لذاتها ضمن الظروف الصعبة أو ضمن أحيانا ضمن البيئة ممكن بيئتها هي اللي ساعدتها في بيئات معينة وبين الشيء الواقع الملموس في القوانين ففي النهاية الدول عندما تطبق حرية الفرد وليس فقط المرأة المقياس هو القانون وسيادة القانون يعني إحنا في القوانين عندنا ممكن فيه شغلات تعطى للمرأة تجعل واقعي لا تعطى لها زي الميراث مثلا في عندنا البعد الاجتماعي مثلا المرأة المطلقة ممكن أن تعيش في منزل ممكن أن تحصل على جواز تفر ممكن أن تسافر لكن اجتماعيا أنه هو مسموح لا فإحنا عندنا عوائق كثيرة بعضها من القانون والباقي الآخر من المجتمع وبالتالي هي لا تستطيع بهذا نجيب واحد من برة من دول غربية أخرى أو دول يعني تعطي للمرأة حقوقها بشكل أكبر بيطلع بيشوف أنه واقعيا ما في شيء يعني هو حالات فردية أو اجتهادات خاصة فكرة كثير مرة حطو إذن المشكلة مشكلة قانون من جهة قانون ومن جهة موجتمة ومن جهة مجتمع ومن جهة مجتمع يعني القانون ما بيمنع المرأة تحيش لحالها إذا كانت عندها أولادها وفاتحة بيتو يعني ما بيمنعها لكن المجتمع لا يقبل لو كان عمر ستين سنة ومطلقة وعندها أولاد بدها تعيش برعاية أخ أو أب أو أهل هذا الشيء مش مكتوب قانونيا يعني ربما هذا منطلق الخوف على المرأة يعني المرأة كل حوال والله هي المرأة يعني أنت بتشوف المرأة الخلقية المرأة إنه كان فعيف ماشي بس أنا عم بشوف يعني إحنا الآن الوضع يعني إحنا أنا عايش في مجتمعي وبتعامل مع النساء العاملات كل شيء بيعملوا في البيت للأسف الرجل أصبح دوره ثانوي للأسف عكس زمان زمان صح كان الرجل يعمل كل شيء ويتصدى للمهمات الصعبة الآن المرأة هي اللي بتروح بتجيب الأولاد من المدارس تطلع بالتلجة بالبرد وزوجها بالبيت بتروح بتجيب أغراض تتعامل مع العمال مع الناس وهو لا يعني بمعنى أنه صار عندها خبرة أكبر هذه ربما ثقافات دخيلة جاءت من المجتمع الغربي أما المجتمع العربي المجتمع الإسلامي دائما أنه المرأة تكون يعني تكون محمية بالقطاع رجل سواء كان زوج أو أخ أو أب الحماية يعني إلها أكتر من طريقة يعني مش شرط أنها تقول الرجل ما هو مرات الرجل كمان بتعرض للخطر بتعرض للمشاكل يعني ويحتاج إلى حماية طبعا بالليل بتعرض الخوف على الرجل وعلى المرأة التنين بالمشاكل اللي بتصير لكن أنه يكون في قيمة قيمة للفرد عندنا أنا كتبت عدة مقالات ليست فقط المرأة قيمة الفرد بحد ذاته لا زالت المجتمعات عندنا تنظر بفكر جماعي وليس فردي ما عندنا فكر فردي ناولت أيضا موضوع الثامن من آذار عيد المرأة أو يوم المرأة العالمي تساؤلات هذا عنوان المقالة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي تساؤلات تقولين أنه يفترض أن تشمل فئات أخرى من المجتمع لهذا اليوم يعني يكون الرجل الطفل حتى يحصل على تحصل هذه الفئات على حريتها وقدرة اتخاذها للقرار يعني كأنك تقولين أنه المجتمع العربي غير قادر على تخصيص يوم للمرأة وهو الفئات الأخرى اللي يفترض أن تقوم بهذا الدور هي فاقدة للأهلية أو فاقدة الحرية أو فاقدة للاتخاذ القرار أو هكذا يفهم من المقال نعم نعم فعلا لأنه كان في مرحلة ما يوم المرأة العالمي الكل يحتفل بالمرأة ويحتفي بالمرأة ويطالب الرجل بإعطاء المرأة حقوقها في مرحلة يعني إحنا مجتمعنا حتى الرجل لا يحصل على حقوقه الإنسان لا يحصل على حقوقه ولا يحصل على الاحترام الذي يحصل الإنسانيته لكن المشكلة بالمرأة لأنها هي اللي بتربي هذا الرجل كمان يعني هاي المشكلة إنه الكون يعني بتعب أكثر لو كانت المشكلة بالمرأة لأنه المرأة هي اللي تربي هذا الرجل اللي بيطلع مقموع فمرأة مقموعة تؤدي إلى طفل مقموع إلى الرجل مقموع والرجل رح يصير قام على زوجته وهكذا فإحنا في النهاية كل المجتمع يعاني من نقص الحقوق لا يكفي أنه نحن نطالب المرأة بأنه نعطي حقوقها لأنه أيضا الرجل لماذا فاقد الشيء لا يعطيه يعني أنا قصدت تحديدا في ذلك المقال هو أنه الوضع كان كله خاصة كانت أيامها التوراة والمشاكل والضرب والقمع والقتل كل الرجال والنساء وأطفال قتلوا إذا المسؤولية من الآن؟ من الذي ممكن أن يوصل المجتمع بكل فئاته إلى قدرة اتخاذ القرار؟ أتوقع دائما بناء الأمور هاي يكون بالقانون وسيادة القانون لا يكفي القانون يعني ممكن أنا أحط أجمل القوانين وأحدث القوانين لكن بدون تطبيق سين من الناس لا يطبق عليه صاد من الناس يطبق عليه وبالتالي إذا بننظر للدول اللي كانت تجربة رائدة حتى تركيا دولة إسلامية كيف وصلت لهذا المستوى؟ بالقوانين من خلال دراسة تدرس التاريخ بيشوف ما هي شعوب العالم لما بتدرس التاريخ بتشوف كيف كان الشعب الألماني في نهاية الحرب العالمية الثانية وقبل أن يقوم بهذه الثورة اللي عملها بحياته كان مجتمع محطم محطم تحطيم كامل والإنسان يعني حطام إنسان بالقانون هذا الإنسان الألماني أصبح بالصورة اللي نرى الآن معناتها يعني إحنا ما رح نكون أسوأ ما عندي هاي الفكرة إنه الإنسان الشرقي عقله غير عن الغربي في أمور معينة لا هو القانون عندما يطبق على الجميع ويكون قانون في احترام للإنسان وقدراته وفرديته مع مرور الوقت بتحول المجتمع إلى الفكر المتطورة بنحكي عنه ما الذي يمنع في المجتمعات العربية أن يطبق القانون وأن يسود الكل تحت طائلة القانون محسوبيات حتى نحقق هذا المجتمع الراقي الذي يستطيع أن يعطي حرية المرأة يعطي حرية للطفل يعطي حقوق للآخرين لأنه القانون من البداية ولا بأي دولة عربية يطبق على الجميع باستمرار في عنا محسوبيات في عنا واسطات في عنا الطائفية الإقليمية مثل ما حكينا سابقا أنه إحنا المفروض التيارات التي جاءت في الفكر القومي ده توحد العرب تحت مظلة القومية هي أكثر تيارات كانت تركض يا إما على الطائفة يا إما على العائلة يا إما على مثلا على اتجاهات على أحزاب معينة دول عربية عندنا لا تسمح إلا بحزب واحد يحكم الدولة إذا هو مش معطي الإنسان حرية سياسية هل سيطبق القوانين على المرأة أو على الرجل؟ يعني إحنا مش واصلين حتى للحرية السياسية اللي هي بتأتي بمراحة متأخرة فكيف رح نحصل على الحرية في نواحي أخرى؟ طبعا هي الحرية في البداية تكون مع القوانين في جميع مجالات الحياة وبعدين بصير مجتمع سياسي متطور نعم فإحنا الآن لغاية الآن ما وصلنا يعني لازلنا عندنا القوانين يا إما حبر على ورق نعم يا إما مثلا أساسا في دول ما لهاش قوانين في دول لا تضع دسادير تخيل يعني موجود دستور لكن معطل يعني القضع يعني مخزي ومخجل طيب ما العمل؟ يعني كيف يمكن أن نحقق منظومة متكافئة متعاونة بين مجتمع وحكومة يعني الآن أفهم من خلال ما أسمعه دائما الانتقاد يوجه إلى الحكومات طيب الحكومات هي من هذه الشعور يعني مؤكد طيب لماذا؟ عندما يكون خارج السلطة ينتقد القانون وينتقد دستور عندما يصل إلى السلطة يكون حريص على كل السلبيات نفضل نظام نفسه طيب ما العمل؟ كيف ممكن أن نصل إلى تحقيق حكومة متوافقة مع الشعب برقي حتى يسود القانون؟ نحن من حصن حظنا أنه أمامنا تجارب سبقتنا التي هي تجربة القارة الأوروبية نعم سادة قمع يفوق عصر الويس مثلا لكن المبادئ التي بنت الدولة الفرنسية الحديثة هي مبادئ المفكرين نعم اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت نحن بحاجة إلى ثورة فكرية ما عندنا مشكلة بالتعليم نحن عندنا متعلمين وراحة الأمية من بعض الدول العربية ونسبة الأمية قلت في بعض الدول لكن ما عندنا فكر فكر لازالت المشكلة هي فكرية وليست يعني من أين يأتي زي ما حكيت الحكومة تأتي من الشعب إذا الشعب نفسه ما تطور فكره يبقى الحال على ما هو عليه وإحنا للأسف مفكرين ما أخذوا دور نهائيا ولا مرة بالتاريخ الإسلامي التاريخ الإسلامي والعربي الحكم يا أما للعسكر يا أما للرجال دين وأحزاب إسلامية ودينية يا أما لتيارات متعصبة قومية ولا واحد في النهاية يطبق حتى الفكر اللي جاء هو فيه يطبق مصلحته ما جاءوا مفكرين إلى مراكز الحكم أو إلى مثلا إلى مؤسسات الدولة وإدارتها أتوقع لو صار الثورة فكرية هي الحل الوحيد أن يكون المفكر هو على رأس السلطة مش على رأس السلطة لكن يصير الفكر إليه دور في الحياة إليه يدخل في التعليم حتى مناهجنا ما إحنا ما وصلها الفكر الحديث المتحضر نعم ناخد أشياء ومتر أشياء كيف يصلها؟ يعني هذه المناهج الآن حضرتك الآن تعمل يضمي في وزارة التربية الأردنية تعرفت عن قرب على طريقة المناهج ومثابتها الإشراف والإعداد للمناهج مناهج حساسة حسب ما نسمع أنه هناك تغيير هناك يعني إعادة نظر في المناهج الدراسية حتى تتوافق مع مصردات العصر أو محاولة السيطرة على ما يسمى إرهاب أو الفكر التكفير طيب هذه المناهج إلى عقود من السنين الماضية كانت نفس المناهج دورة سواء تاريخ أو لغة هو أكثر شيء حساسة ومجتمعنا كان متجانس كان متعاون وكانت قضيتنا الوحيدة كقضية مركزية هي فلسطين والاحتلال الصيوني ما الذي تغير الآن تغير إذا كانت المناهج مشكلة معذرة إذا كانت معذرة بالمناهج لماذا المجتمع لم يكن مقسمة لم تكن هناك طائفية لم يكن هناك تناحر المناهج قديما يمكن كانت مع الأجار القديمة ما فيها مشكلة المناهج صارت المشكلة فيها قبل أن تحصل هذه الأحداث وقبل المشاكل الطائفية وغيرها أنه تغريب يعني أخذوا مناهج غربية بمقاييس غربية كاملة وعربوها حتى اللغة تدريس اللغة العربية له طريقة تختلف عن طريقة اللغة الإنجليزية تماماً حتى اللي بدورة إنجليزي وبعرف إنجليزي بيجي دورة عربية بيعرف أنه في طريقة أخرى اللي هي بتبدأ بالأحرف الكلمات الإنجليزي واللغات الأوروبية بشكل عام لا من الكلمات إلى الأحرف هاي علمياً كل لغة إلها طريقة إحنا طبقوها حرفياً على اللغة العربية وضربت هذه في المناهج الجديدة لا مش هالجديدة من حوالي أكثر من عشر سنوات أياً نقصد في المناهج جديدة يعني إذا كانت تبدأ المدارس بأحرف الأحرف ثم تمزج الأحرف تكون الكلمات كانوا درسوا الإنجليزي غلط كان الإنجليزي يتدرس غلط نعم لما جابوا الطريقة المنحة للإنجليزي تطبقوها نفسها على العربي مع أنه كل واحد إله طريقة طبعاً في النهاية إحنا بنشوف الآن الأشجالي ما بتعرف تقرأ منيح ومنستغرب يعني ليش ما بيعرف يقرأ منيح ليش هو بيقرأ بس ما بيعرف يتهجى طالب وصل لعندي ثنوية أليس خطورتي هذا الموضوع في موضوع التجهيل في اللغة وفي التراف طبعاً يعني وليس في المناهج ذاتها أحياناً ما بتكون مؤامرة أنا ما بحب الفكرة مؤامرة يعني مش موضوع مؤامرة موضوع فساد ليس هناك مؤامرة؟ لا فساد فساد الفساد جزء من المؤامرة شوف الدول اللي فيها فساد لا تحتاج إلى مؤامرة فساد بمعنى خلص دخلت فيها الواسطات والمحسوبية بمك المؤامرة جاعت بالفساد ليس هناك موضوع اللغة حتى لما كانت لغتنا العربية ممتازة ما كنا أحسن ناس يعني قبل العشر سنوات يعني عندما يحصل احتلال لبلد مثل عراق وتأتي أمريكا بأحزاب فاسدة وتسلم وسلطة وتحميل طبعاً العراق مباشر يعني عندما بريطاني تحتل فلسطين وتأتي بأصابات صحيوانية سلم وسلطة هذا في دول المحتلة إذن لا نستبعد المؤامرة هذا جزء من المؤامرة هذه في الاحتلال المباشر وفي دول فسادها ما فيش احتلال والله خاضي على أي تدخل أجنبي ما هو مرهب مثلاً إحنا عنا هون بالأردر مثلاً يعني بالعكس بيحاولوا باستمرار تحسين المناهج وتطويرها لكن أخطاء يعني جهل من بعض المسؤولين أنه مثلاً استقدم هذا الأسلوب يفكر أنه هو أحسن ليش؟ أنا ممكن هو شخص غير مناسب هذا الشخصية نعم هو جهل فيه أو سوء اختيار لهذا الشخص لأنني أنا بشوف المعلمين اللي بالميدان نعم وعيين بالخطأ أعود إلى موضوع المرأة اخترتي ضمن كتاباتك ضمن المقالات الكاتبة السورية رانا قباني التي هي مرحل مرحل كان زوجة لمحمود دروي الشعر الفلسطيني وهي ابنة أخ الشعر السوري أبوها كمان صباح قباني مؤسسة تلفزيون سوري مؤسسة تلفزيون سوري نعم يعني تربتي في هذه البيئة الثقافة والإعلام يعني ما الذي أثار اهتمامك في هذه المرأة؟ أنا أول مرة أعرف عن رانا قباني شوف كيف إحنا نغيب المثقفين اللي عنا لما توفي محمود درويش وعابرة يعني شغلي عابرة جدا إنه زوجة من زوجتين هاي الزوجة اللي الأولى وهاي اللي قضى معها فترة أطول أنا لا أتذكر يعني شو لفت نظري إني أعرف عنها لإني وجدت إنها في سنة 86 أخذت مجموعة من قصائد وهي متزوجته زوجته مرتين أول مرة سنة وشوي صار طلاق ورجعوا لبعض وضلوا أربع خمس سنين بعدين طلاق التاني في المرحلة التانية بالـ 86 أو الـ 85 كانت عاملت له ترجمة لمجموعة مختارة من أشعاره بإسم ثاند بكتاب هي مقيمة في الولايات المتحدة أعلى نعم لا بريطانيا لأنها درست هناك نعم فلفت لكن درست في أمريكا لا درست آه المرحلة الأولى بأمريكا لأنه كان والدها هناك بإش سفير أو قنصل أو شيء وبعدين كملت في بريطانيا هي خلص دراسة جامعية وعمرها أقل من 20 سنة تصور يعني هذا شيء كانت مميزة هلأ هي لما أنا لفت نظري مقالاتها الشخصية كتبتها بالقدس العربي بعدين لأنه قبل كان تكتب بالغاردين ومجلات يعني إنجليزية مش باللغة العربية أصلا وموضيع خاصة فيهم لكن أنا لفت نظري كتابتها إنه إحنا دائما نعرف هاي الإنسانة إنها كانت زوجة محمود درويش هي ابنة أخ نزار قباني لا هي إنسانة مميزة استفادت من ثقافتها من الأماكن اللي زارتها أبوها كان سفير يزور أكتر من بلد عندها معرفة بعدة لغات مثقفة جدا وأكاديمية حصلت على شارة الدكتوراه ورسالتها كانت عن الاستشراق وأساطير الغرب عن الشرق هل كانت تتضايق عندما تعرف بأنها ابنة صباح قباني لا هي ما عموها كتبت هيك بس أنا اللي ما أعجبني أنا ما عجبني الناس هل هي كتبت عن مواضيع ضد الحكمه السورية وكتبت عن الحرية والناس اللي بيعلقوا يعني حتى مش شايفين الإنسانة لحالها شايفين إنها هي أنت احترمي إنك أخت مثلا زوجة محمود درويش إنك مثلا يعني كأنها هي إنسانة ما إلها وجود إلا من خلال هؤلاء الأشخاص هي تساويهم بالثقافة لما عملوا عن حياة محمود درويش هي صفت مع الثورة السورية ضد هي من قبل إلها مشاكل مع النظام لأنه أبوها كان مع النظام يعني هي موقفة زي نزار قباني عمها يعني هم عائلة حريات ومفتخرة جدا بأصولها التركية لأنه أعتقد جدتها من أصول تركية ودائما تكتب عن الآثار التركية وغيرها وهي درسة الاستشراق فهي معجبة بتراث الشرق الآن هي كتبت عن مواضيع كتير عملوا مسلسلة عن محمود درويش وكتبوا عن حياته ما فكروا البرامج كلها والقنوات الكبيرة يستضيفوا إنسانة شاعرة مميزة وكاتبة قدت معه أكتر من خمس سنوات كان ممكن تعطينا صورة يعني واضحة جدا ومميزة ومختلفة عن محمود درويش ولحظ أطانا إياها لأنها غير إنها هي عاشت معا فترة خمس سنوات وحب قصة حب كبيرة بيناتهم إنسانة وعية جدا لما تكتب عن ذكريات طبعا بعدين نشرتها بالقدس العربي ويبدو أنه صار في مشاكل له توقفت بتحكي كيف تعرفت عليه حياته كشاعر كيف كان بيكتب كيف كانت سلوكياته شخصيته امرأة مثقفة بتكتب عن مجال ثقافي تابعت الدراما التي كتبت عن محمود درويش يعني سيء جدا جدا أنا ما قدرت أحضر أكتر من حلقتين طيب لماذا لم يلجأ كاتب سيناريو طبعا أنا بحكيي ومش بس هيك حتى عملوا برنامج عن حياة محمود درويش يعني عفوا أنا الزوجة الثانية اللي عاشت معه أقتقت ست شهور نعم استضافوها وما استضافوا لإلها خمسة سنوات وجمعت له مجموعة شعرية بإشرافه وشاركته بكل حتى من ضمنها مشاركاته بمهرجانات الشعر في بغداد نعم كل مهرجانات الشعر اللي كان روح فيها كانت مصاحبة إله وهي أيضا شاعرة وكاتبة ورسامة وأكاديمية طب هاي إنسانة يعني تجربتها غنية جدا أنا بس لما نشرت بعض المقاطع من قصصها وحياتها معه طبعا حكت عن الثورة الفلسطينية والقضية الفلسطينية بشكل مختلف لأنها كانت على مقرب النصف الأول وبتحكي كل إشي كان بيحصل مع الثورة في مرحلة بيروت نعم يعني هي مصدر تاريخي مهم مؤكد ومع ذلك إحنا بالنهاية ما فيش اهتمام إحنا بنظر أنه نزار قباني محمود درويش أنا بستغرب يعني هل هو جهل ولو بنحكي نظرية المؤامرة إنه ناس ما بدهم الحقائق تكون واضحة انصدمت برضه من فكرة الشاعر عندنا دائما إنه هو يعني ملاك بأجنحة وإله صورة خاصة فهي بتحكي عن أشياء تفاصيل بحياته اليومية الناس ما تقبلوا ما تقبلوها سوف نتحدث عن هذا الموضوع بعد الفاصل معذرة فاصل قصير ثم نعود تبقى معنا أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفتنا لهذا الأسبوع الكاتبة والباحثة العربية من الأردن الدكتورة أروى الجابري موضوع حلقتنا لهذا اليوم التنوع في ثقافة المرأة عود إليك يا دكتور أروى كنا نتحدث عن رنى قباني ومحمود درويش والمسلسل الذي أنتج طبعا هناك مسلسل آخر أيضا قبل سبق مسلسل محمود درويش نتحدث عن هذا الجانب مهم جدا أسمع رأي حضرتك كباحثة وكاتبة أنه مسلسل عمل عن حياة نزار قباني نزار قباني أيضا هناك انتقادات كثيرة هي وجهت أنا أول مرة أقرأ لها مقالة كانت عن انتقاده فأعجبنا أسلوها هي كان لها رأي أيضا في هذا نسمع عن رأي رنى في مسلسل الذي كتب عن عميها نزار قباني أنا أول مرة قرأت المقال اللي كتبته طبعا نزعج المنتج والمخرج أنا ما كنت متابعة للمسلسل لأنه أي إنسان عنده فكر مع أنه في إلي صديقات أعجبوا القصة واقعية وعكسوا شعر نزار وقصائد نزار المشكلة أنه الناس اللي حضروا المسلسل مبسوطين أنهم شافوا نزار في المسلسل مثل ما بتخيلوك شاعر وهي ليس لا علاقة لها بالواقع فهي ابنة أخو متأثرة فيه عاشت معه لما سكنت في بيروت مع محمود درويش كان هو متزوج من بلقيس العراقية وجارها نعم وكانت أيضا ساكنة وتزور عمها وعلاقتها قوية جدا مع عمها معنات هي بتعرفه أكتر منها المفروض فهي انتقضت البرنامج كانت في بريطانيا وتأتي إلى سوريا في رمضان وحضرته برمضان فبتحكي أنه أنا يعني بعرف عمي هو ليس كهذه الشخصية هو مرح وبيضحك وبيمزح وبيتحرك بطريقة عادية مش إنسان شاعر يحضق في النجوم والسماء ويتأمل يعني إنسان طبيعي نعم طبعا أن الشاعر هو بيكون فكرة شغال بس هو في الحياة العادية بيكون إنسان عادي خاصة أنه تزوجوا عنده أبناء وعنده ومشاكله مع الزوجة الأولى وأنه أهله اختاروها يعني عادي زي أي عائلة وفيه شغلة واضحة حكتها قالت أنا جدتي ما كانت تقرأ ولا تكتب وجدهم توفيق القباني كأن الجد كان كان صاحب معامل فحم وكان إنسان عامل أنتم طلعينه كأنه باشا ومطلعين جدتي بتقرأ وأنا بعرف جدتي ما بتقرأ وجايبينه هي تزيف للتاريخ حتى وصفتوا أنه جايبينه مثل الدب الروسي يعني إنه إنسان ثقيل الظل يعني كأنه بس بتأمله بيكتب شعر هيك فما أعجب لا أعجب الكاتب ولا يعني أنا أستغرب كيف إحنا الكاتب عندنا اللي بكتب عن أشخاص موجودين أقاربهم وأعلم وحياتهم على أرض الواقع نعم ولا يستعين فيهم وكمان بيحتج على نقدهم إحنا عندنا خلل بفكرنا يعني شوف أنت على مستوى الإعلام وما منقبل الحقائق ما منتحملها نعم أنت قاعد مقرج وبتعمل مسلسل ومش قادر تجيب الحقيقة ما بدك بدك صورة نزال قباني مثل ما أنت بتتخيله يعني ربما المشكلة أكيد المشكلة في كاتب السيناريو أولا ثم المخرج يدخل أيضا والإخراج والتمثيل كله يعني المخرج في الغالب ويعتمد على السيناريو ربما يدخل في تفاصيل صغيرة يعني يعترأي فيها تغيير لكن كتابة السيناريو ربما أنه يجب أن يوجه الانتقاد إلى كاتب السيناريو بالأساس لأنه قدم هذه المشاهد التاريخية نحن لا لدينا صدق يعني لو عرض الواقع نعم نعم نحن لا نقبل الصدق عن الأشخاص ربما المجتمع لا يقبل مجتمعنا لا يقبل لأنك أكيد شفت مثلا أنا مرة حضرت عن مسلسل فيلم فيلم أمريكي عن شخصية مميزة نسيت إسمها كانت سفيرة لأمريكا في فرنسا نعم بيحكوا عن حياتها بكل وضوح سيئاتها وحسناتها وأخلاقياتها وأنها عملت علاقات بكل بساطة نحن مستحيل نحن يائما نجيب شخص أنه هو ديكتاتور وشريل وشيطان يائما نجيب أنه هو ملاك ما عنا وسط يعني هو بإمكان كاتب السيناريو أنه يصلط الضوء على جوانب من الحياة والجوانب التي ربما لا يقبلها المجتمع بإمكان أنه يزدع الهستار لكن أنه لا يغير الحقائق أو يقلب أو زين بالحقائق مثل ما أنت تشوفها أنت تشوف شيء بهذا الموقف واحد غيرك يعني الحقيقة نسبية حتى الحقيقة أنت تشوفها بطريقة وغيرك تشوفها بطريقة أخرى يعني مسلسل أمكلثوم مثلا ما عانى من المشاكل لأنه يعني صلت كل الأول أخذ الناحية التاريخية بمصر ما أظهر أمكلثوم ملاك في عيوب طبعا ما طلعها حاول يحافظ على صورتها بنفس الوقت ما يطلعها بصورة ملائكية ما صار عليه مشاكل إلى حد ما لكن لا إحنا لدينا موضوع لما يكون بالشعراء نبقى في موضوع الشعر كتبتي أنت عن هذا المجال مقال بعنوان هل أفلت الشعر من قوضة القهر الفكري مررت على مراحل عميقة للشعر من أيام الأصر الجاهلي بدايات الشعر والشعراء كيف كانوا يعيشوا وكيف كانوا يكتبوا يعني مقال بإيجازه أعضى صورة عميقة لحالة الشعر والشعر واستساءلت فيه عنوان المقال هل أفلت الشعر من قبضة القهر الفكري؟ أنا الآن السؤال وجهه لحضرتك هل أفلت الشعر من قبضة القهر الفكري؟ أعتقد أن الشعر الوحيد في تاريخنا العربي اللي لم يقطع يمكن ل بعكس ما الناس بفكروا أن الشعر كان دائما يدفع له المال ويقول ما يعني يعني هو وسيلة إعلام طبعاً هم كانوا الشعراء وسيلة الإعلام مثل ما أن بتفتح قناة وبتعمل لك دعاية كان الشعر نفس الشعر لكن الشعر وصلنا من عدة أشخاص من المقربين للسلطة من البعيدين عن السلطة ومن الصعاليك ومن المعارضين ومتطرفين وبالتالي كان كل شخص تحكي اللي بده إياه أعتقد لأنه كان شفهي كمان يعني كان صعب أنك أنت تمنع الشعر وتقمعه مثل ما بتقدر تحرقه مثل يعني الكتب الأخرى فهو الوسيلة الوحيدة اللي ظل الإنسان العربي يستطيع يعني هي المتنفس الوحيد للحرية عند العربي دائماً كانت برأيي أنا إذن استطاع إلى حد ما أن يفلت من قبلة القرآن لأنه هو أولاً كان ينتشر بكل أماكن يعني إحنا نشوف كتابات مؤرخين وفقهاء وغيرها دائماً محصورة باتجاهات معينة ممكن يكون فيه كتاب أنه خلص منع أو مثلاً مصنف منع أو أحد الفقهاء مثلاً عورض أو حوكم لكن عن الشعر ما عم نسمعنا فهو الشيء الوحيد اللي ظل إله حرية وحلق كل الأمم كل الأمم مرت ومرحلة كتابة الشعر واهتمام بالشعر لكن الأمة الوحيدة التي بقيت مع هاجس الشعر هي الأمة العربية يعني بقي الفرد العربي عاشقاً للشعر وهو لسانه يعني هو كان لسانه الشعر نعم لحد الآن عندنا بعض القرى بيحكوا الشعر أردنا أن نبحث عن سر هذا العشق للشعر عند العربي ماذا نقول يعني؟ أتوقع أنه يمكن طبيعة الحياة أولاً البداوة في ناس بيحكوا أنه طريق في ناس بيحللوا حياة الإنسان البدوي الذي يعيش في أوقات ساعات طويلة في أماكن خالية مع الأغنام ولا مع الرعي وفي أماكن ما فيها صوت نعم فهو ممكن يحكي الشعر اللي بيحكي أو الكلام بيحكي لحتى يعني يسلي خلوته نعم ويخاطب البيئة من حوله واللغة هي اللي بيحكيها ما كان عنده مشكلة يعني كانت لغة الشعر هي اللغة المحكية نعم فطبيعة الحياة الصامتة أتوقع هي اللي شجعت الشعر يعني هذا لأنه ظل دائماً هو في البيئات اللي أقرب للبداوة نعم لما صارت الفتوحات الإسلامية ودخلت القبائل العربية ظل الشعر عند القبائل العربية وليس عند الفرس واللي أسلم فيه ما بعد ظهر طبعاً علم الكلام وعلم القواعد زي سيبوي وغيره لكن الشعر كشعر بقي عند العرب الأقحاح منحكي يعني الأصول العربية فأكيد هو إله علاقة بطبيعة البداوة أنا أتحدث حتى الآن إلى حد الآن الفرد العربي عاشق للشعر يعني سواء من يكتب الشعر وغير مقلب في الشعر وغير مقلب نعم هو الشيء الوحيد اللي بيمثل نفسه نعم استمرارية هذه الروح للشعر وهذا الحب وهذا النبض يعني معنا قلنا أمم أخرى يعني مثلاً معروف أنه يعني الشعر الإنجليزي في القرون الوسطى ما وجود شيكسبير وآخرين الآن لا يوجد هذا الهاجز الشعري عند الأم الأوربية تغير تماماً عندهم مثل ما موجود عندنا مثل ما موجود عندنا يعني ربما صير جلسة مثلاً في صالون إنجليزي أو إسبانيا أو فرنسي ربما لا يمروا على قصيدة أو بيت شعر لكن البيت العربي أو الصالون العربي لا يخلو من بيت شعر أو قصيدة شعر أو حتماً يذكر الشعر أنا بدي أن يعرف يعني ما السر في هذا التعلق بالشعر عند الأربي أعتقد لأنه هو باب الحرية الوحيد يعني أنا ما عندي تعليل آخر لأنه الكتب عندنا دائماً عليها رقابة إذا تحدثت مواضيع عاطفية مواضيع خاصة بالهجاء بالقذف بالأفكار الدينية بالخروج مثلاً عن بعض التقاليل كلها كلها هاي بالثقافة المكتوبة مرفوضة إلا بالشعر ما بعرف ليش أنا ما عندي يعني إلا بابعرف ليش دائماً كنا نشوف قصائد بتحكي بالغزل وبتحكي مرات مواضيع خاصة عن الخمر كل الممنوعات اللي موجودة بمجتمعنا العربي بالشعر مسموحة وما بعرف ليش مسموحة بالشعر يقال يمكن لأن الشعر جماله بيغطي يعني يعني أنت ممكن الكلام اللي بيحكي هذا الشعر قال يجوز للشعر ما لا يجوز لغيره دائماً دائماً يعني مثلاً أنت ممكن هذا الكلام المفهول بيحكي هذا البيت الشعر في الأغنية اللي أنت بتغنيها لو يحكي واحد بكلام عادي تشوف أنه هذا كلام لا يجوز ربما يرجم لكن أنت لما تسمع بقصيدة خلص تحس أنه مقبول تتقبل هنا أنت قلت أيضاً في المقال أنه الشعر رغم أنه يعني استغل في الدعاية السياسية من قبل السلطة يعني استغل من قبل الشعراء أيضاً في يعني مجالات أخرى غير الإنسانية العميقة مع ذلك تقولين أنه ما يزال الشعر ملاذ للفكر والضمير طمير عربي كيف؟ لأنه بكل مرحلة تاريخية مرت علينا كان فيه ركتاتورية عربية أو تسلط مثلاً من أنظمة معينة بغض النظر طبعاً بدون ذكر أسماء وكان فيه معارضة شعرية دائماً والقصائد المغنانة كل اللي بنسمعه من الغناء اللي بيكون بطني أو معارض لاتجاه سياسي معين أو بيطالب بحقوق أو غيره هو بالأصل كلماته شاعر يعني حتى لو سمعت أنت كأغنية كلماتها نفرية هي اللي كاتبها شاعر معناتها الفكر الشعر بقي يعني حتى تعبير عن رأي الأمة ما كان إلا بالشعر لغاية الآن ما كان إلا بالشعر ويمكن كمان لأنه يصل بدون حاجة للقراءة يعني لما يصير مغنى مش مثل ما تكتب مقالة يعني بمرحلة ما مثلاً محاربة الاستعمار كان فيه ثقافة الكتابة والمقالات والصحف كان فيه بس مين بدون يقرأها ولغاية الآن لكن كلمات الشعرية طبعاً وصلت للجميع والشعراء اللي كتبوا ضد الاستعمار اشتهروا أكثر من الكتاب اللي كتبوا ضد الاستعمار نعم وجود الشعر بهذه الحالة الحية والنابضة للمجتمع يعني هل هي مؤشر على أن هذا المجتمع حي أم أنه مخدر بهذا اللون لا لا فيه ناس بعتبروا ألا أنت بتختار يعني فيه ناس هي حالة الشعر اللي بتقرأه هو حالة نفسية يعني ممكن الإنسان لما بيشعر بأنه مثلاً أيام الاستعمار والقمع وبعدها قبلها سياسة التتريك اللي كان بدأت تحارب مثلاً لاتجاه العربي أو اللغة العربية أو القومة العربية لا شعوري الإنسان يتجه إلى الشعر اللي بيرفع من قيمة العربية واللغة العربية وكتبوا قصائد عن اللغة العربية والعروبة لأنه الحالة النفسية تعبر عن هذا الشيء الآن إحنا مثلاً نشوف الفساد مثلاً أو الأنظيم المتسلطة أو الظلم الداخلي لا فيه استعمار ولا فيه تتريك لكن أيضاً الشعر الآن بتجه الناس للشعر اللي بيعبر عن أنه إحنا أمه مقموعة وإحنا بحاجة لحقوقنا هو يعني لسان حال الإنسان وعفكرة هو الشعر مرن هاي من الأسباب اللي خلته يبقى من أيام الجاهلي إلى الآن يعني كان الشعر الجاهلي بمصطلحات للعصر الجاهلي جاء العباسي بمصطلحات عباسي جاء الشعر الحديث مرن مرن يعني هو بمشي مع الإنسان في كل العصور فعشان هيك الإنسان دائماً يبقى مع الشعر بالمناسبة يعني أنت استخدمت مصطلح الاستعمار وكنا طبعاً قرأنا من خلال المناهج الدراسية الاستعمار ونقصد به الاستعمار الاحتلال البريطاني الاحتلال الفرنسي الايطالي قدمنا انتداب ووصاية هي مصطلحات هيئة الأمم اللي كان عليها خلافات أصلاً هذه مصطلحات هم مستقمنوا ما إحنا منهجنا بتطلبها مننا مثلاً أصلتها يعني لم يجل منهج وطلب منك أنك تستخدم كلمة انتداب في منطقة مثل أردن ووصاية في منطقة مثل مثلاً لبنان ما بعرف أنه منطقة واستعمار في دولة أخرى يعني إحنا أصلناها حتى مصطلح العراق مثلاً إحنا تاريخياً نحكي أنه كان اسمها بلاد الرافذين وكانت المنطقة الشمالية اسمها الجزيرة الفراتية مصطلح العراق من المصطلحات اللي جاء فيها الاستعمار عند تقسيم سايكس بيكو تقسيمات سوريا والأردن لا العراق موجود قديماً هو قديماً بس تحديد حده حده السياسي اللي بدافع الآن الناس عنه بالقرية وبالمتر وبالسطنطي هو يعني طبعاً هذه الحدود وضح سايكس بيكو سايكس بيكو وندافع عنها ندافع عنها وبدهم يعني عليها على سطر نحن نلعن اتفاق سايكس بيكو وندافع عنها يعني قبل فترة جاءت ذكرى سايكس بيكو بيحكي انه انت بتدافع عن حدود سايكس بيكو عندما ترفض مثلاً انه مناطق معينة تعمل الها دولة او منطقة معينة تتغير حدودها انتو زعلانين طبما هي هاي الحدود ما كانت موجودة اساساً نعم يعني تغييرها بحد ذاته مش مشكلة لانه هي اساساً لم تكن موجودة فاحنا يعني اصلت فينا هاي المناهج الترسناها احنا وعينا على الدنيا ما كان عنا معلومات الا لموجودة في الكتب المدرسية هل ترحت فكرة تغيير مصطلح استعمار الى احتلال بالان اصلاً مواضيع الاستعمارية كلها صارت يعني انا شوف انه مش بس تغيير المصطلح تغيير الفكرة لان الدول الاوروبية الان لسه احنا متطلعين لها انها دولة الاستعمارية وهي دول تبرأت من الاستعمار يعني بمعنى انها دول يعني تستفيد من تجاربها الان بريطانيا والمانيا وفرنسا هي دول حريات وهي استضافت ابنائنا وعطتهم حرياتهم هي نفسها تعتبر الاستعمار مرحلة سوداء مرحلة كان فيها تعصب وعنصرية والانظمة الاستعمارية راحت نعم لكن احنا الى الان ننظر اليها الى انها مش كان الاولى انه ندرس ابناء انه هذا الاخر الاوروبي المستعمر كل فكره تغير هل ابننا مثلاً ننظر لامريكا او عفاً لفرنسا اربما تغييرت الاساليب فقط اما الفكر الغزو فكر السيطرة فكر السيطرة ما يزال لكن اختلفت الاساليب يعني ما حتى بسيطرة وامريكا الولايات المتحدة عادت الى الاسلوب القديم لحيوات المتحدة وضحة مختلفة وقتلة الارار نعم هي ما كانت مع دول الاستعمارية نعم وهي لما توجهت للاحتلال انتوقضت من ابنائها نعم اصلاً يعني انه هذا اسلوب راح يعني انتهى نعم لكن احنا نحن نحكي مع دولة مثل المانيا دولة مثل فرنسا الجزائريين المغربوا نعم من بلادهم حتى ياخدوا الحرية في هذه الدول نعم وبالدرسه انه هذا مستعمر طب هو صار عنده نعم هي ترفض الآن يعني ظاهرياً رفض ترفض الفكر الاحتلالي فكر الغزو في تلك الفترة تعتبر انها مخجلة بحقها لكن هي الآن الآن تحمي كل مخلفات المرحلة السابقة يعني من مخلفات المرحلة السابقة المؤذية للمنطقة والأمة هو وجود هذا الكيان كيان الصهيوني طبعاً الآن كل القوى الدولية تحمي هذا الكيان الكيان الصهيوني حكينا ليش هو حصل على دعاية إله في الغرب نعم هو قدم نفسه كمشروع جيمقراطي نعم مودة نتحدث عن هذا الموضوع حقيقة فيه مقالة لك مقالة هي ماذا خسرت المنطقة من احتلال فلسطين تقولين انه ينقص الفلسطينيين الوعي والدهار كان عندهم قدرة انهم يكونوا هم المشهور الديمقراطي ان كان بإمكانهم لو انهم فهموا كيف يتعاملوا مع الإدارة الأمريكية لكان ممكن من خلال تحقيق كما حقق الكيان الصهيوني كانوا سيكون الدولة التفرق أفتطي طيب يعني أنا بدي أفهم كيف انه الفلسطيني لا يمتلك وعي بكنوزه كما تقولين الأرض والإنسان أنا اتفاجأت انه مثلا احنا الفلسطينيين اللي كانوا بفلسطين قبل الاحتلال هي كانت جزء طبعا من الدولة العثمانية نعم والفلسطيني لما صار الشعور القومي رد عليه سلسة التدريك طبعا عاش هذا الشعور واعتبر انه كل العرب أهله وبلاده وغيره ما فيش عنده تعصب تتحده معين المدن الفلسطينية كانت فيها مستوى من الحضارة يفوق يعني أنا تفاجأت لما سرنا بعدين نشوف البرامج الثقافية بالوثائق عن عكا ويافا وحيفا بالعشرينات والثلاثينات لعند ما صار الاحتلال دول على مدن على درجة أول إذاعة عربية هناك نعم اتشفنا انه كل المعظم الموذيعين العرب كانوا ياخدوا دورات في يافا وحيفا وهذه المناطق انه عازف العود رقم واحد في العالم العربي هو بالأصل الفلسطيني رح للعراق نعم بعد ما صارت الأحداث الرسامين النحاتين الاختلاط مجتمع مختلط بين ساحل وبين مناطق دينية مسيحية ويهودية وإسلامية يعني انت شاه فلسطينة ديش صغيرة منوعة بشكل رهيب هذا التنوع خلى الفكر الفلسطيني متنور الأغلب طبعا تراث فلاحي اللي هي القرى لكن في مدن رئيسية وثاحلية وفي مدن داخلية في القليل والقدس ونابلس وفي المستاحل المميز على منطقة حضارية البحر المطوف فهو كان عندهم فرصة انهم يبنوا نفسهم لكن ما كانوا بينظروا نفسهم كقطر هم بقدموا ختماتهم للعالم العربي كان تحت سلطة احتلال قبل الاحتلال قبلها كان الاستعمار البريطاني ماشي كانت مواجهة الاستعمار البريطاني نعم ما فكر الفلسطيني انه هاي اليهود بدأوا اليهود من تلسينات ما كان فيه وعي انه هذول عم بيعملوا مشروع دولة ويغازلوا فيها الغرب وبيقدموا فيها دولة علمانية مدنية ما ذا يفعل مواطن فلسطيني وهو مكبل بالاحتلال الاحتلال هو الذي وفر الحماية للأصابات الصيونية حتى مرحلة الاحتلال انا بحكة عن الناحية الفكرية حتى مرحلة الاحتلال وما قبلها كانت المؤسسات الفلسطينية مزدهرة نعم ام اكد هناك اذاعة هناك سينما هناك مسرح وتعليم هناك تعليم هناك إعلام طبعا المدارس اللي كانت تدرس في فلسطين على مستوى عالي وهذه الطاقات بعد الاحتلال الصهيوني ما هو ليش صار الاحتلال الصهيوني يعني بالفترة اللي كانت تشتغل فيه القبائل أعفر المنظمات الصهيونية وبتنظم نفسها كان فيه مفكرين فلسطينيين كان فيه قدرات وكان بس ما انتبهوا كانوا عندهم سذاجة بهذا الموضوع ما كان فيه الوعي هذا انه احنا للمشروع اللي رح يصير ما كان يعني الكيان الصهيوني هل كان بمقدورها ولا صابعة الصهيوني كان مقدورها ان تأسس دولة لو لا حماية القوى الدولية ولولا ما قدمته قدمت لهذه المشاريع وعروض وتسهيلات وانه احنا رح نعمل دولة ديمقراطية وانه هاي المنطقة فيها مشاكل ويعني ما كانت حتى الفكرة انه فلسطيني يعني لو صار الدولة كانوا اليهود قبائل بيعيشوا فيه منهم ناس عايشين بفلسطين والفلسطيني مجتمع مفتوح خاصة ساحل عنده كل الملل الدرزي والبهائي البهائي اللي هم مركز هناك نعم الدروز اللي هم مركز هناك المسلمين السنة والفلسطينيين المسيحيين له مراكز بكل الطواف فهو ما عنده فكرة انه في مشكلة مع طائفه معينة ما كان فيه وعي لهذا المشروع هذه قبل ظهور الكيان الصهيوني هذا قبل ظهور الكيان الصهيوني وعليمه ودراسته ومفهومه وصار مجتمع مغلق متخلص شكرا لك الكاتبة والباختة العربية من الأردن دكتورة أرواء الجابري شكرا لك على هذا الحديث الشيء شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدة نشكر لكم حسنا المتابعة ودعوكم للتواصل مع باقي فقرات البرنابج شكرا لكم 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 شكرا لكم